بنت بتتحبس في مستشفى أمراض نفسية مخيفة وهناك بتقابل مرضى وبتكرر إنها تتعاون معاهم عشان يهربوا من المستشفى لكنها ما كانتش تعرف إنه وراهم سر خطير هيهدد حياتها بالخطر واللي بتكتشفوا في النهاية بيسبب لها صدمة كبيرة وقبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما ننساش نصلي على النبي وندق لأخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبتهم ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك منا كل جديد ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة بيبدأ فيلمنا في مستشفى أمراض نفسية وبنشوف مريدة يسمها تام وهي في قوضتها وبتكون تامي مرعوبة وحاسة إن في حد بيرائبها في القوضة وأول لما بتحس إن في خطوات بتقرب من باب قوضتها بتطلع تجري في آخر القوضة وهي بتحاول تحمي نفسها من المجهول لكن المرعب إن في شبح بيظهر معها في القوضة وبيوفرها وبيرفع الشبح التامي من على الأرض وبيخنقها لحد ما بتموت في إيده وبعد كام يوم بنشوف الشرطة وهي بتبحث في الغابة عن بنت اسمها كريستين وفي الوقت ده بتكون كريستين مستخبية من الشرطة ورا الأشجار لحد ما بتطمن إن الشرطة ميشيت من المكان فبتكمل كريستين طريقها وبتروح للبيت اللي كاتب عينوانه على إيدها ولما بتشوف البيت بتقرب منه وبتحرق ستاير الشبابيك وبتقف قدام البيت تتفرج عليه والنار بتمسك فيه وبتحرقه وقتها بتحس كريستين بالانتصار وفي الوقت ده بتوصل الشرطة وبتشوف كريستين فبتقبض عليها بصعوبة بصب مقومتها الشديدة ليهم وبيتم ترحيل كريستين لمستشفى الأمراض النفسية بسبب حالتها النفسية المضطربة وبعد الفحوصات بيتم نقل كريستين لقضتها واللي كانت هي نفسه قد التامي قبل ما تموت وبتنام كريستين من التعب وبتحلم بالبيت اللي حرقته وبتشوف نفسها محبوسة فيه والنار حوليها في كل مكان وفي الوقت ده بيباني ان فيه قوة خفية بتسحب الغطة من على كريستين اللي بتسحب من نومها بردانة وبتدور على الغطة وبتلاقي مرمي تحت السرير وبتلاقي معاه خارز محفورة عليها حروف انجليزية والتاني يوم بيروح الدكتور جاورليد يتعرف على كريستين وبيقول لها انو هيبقى المسؤولة عن علاجها فبتقول له كريستين ان في حد تسلل لقضتها مبارح وسحب الغطة من عليها ولما بيسأل جاورليد الممرضة اذا كان حد منهم دخل قضة كريستين بتأكد له ان باب قضتها كان مقفول طول الليلة ومحدش دخل لها فبيعرف ساعتها انها كانت بتتخيل وعشان كده بيزود لها جرعة الدواء لكن كريستين بترفض انها تاخده وبترمي على الارض وبتخرج كريستين من قضتها وبتشوف بقى المرضى اللي معاها واللي كل واحدة فيهم كانت بشخصية مختلفة عن التانية زي ايرس واللي كانت اكتر واحدة هادية فيهم ودايما مشغولة بالرسم واميلي المتهورة اللي دايما بتتصرف في طريقة مجنونة اما زي فبتكون طفلة الليلة الكلام وجبانة واخيرا صار المغرورة واللي بتكره كل المرضى اللي معاها وبتشوف انهم اقل منها وبتحاول ااميلي انها تتكلم مع كريستين وتصحبها لكن كريستين بتبقى خايفة منهم وبترفض انها تتكلم مع حد فيهم لحد ما بياخدها الممرض لمكتب الدكتور جاورليد وبيبدأ اول جلساته العلاجية مع كريستين وبيسألها جاورليد عن اخر حاجة فكريها فبتقوله على حريق البيت اللي كانت سبب فيه ولما بيسألها عن السبب اللي علشانه حرقية البيت بتقوله انها مش فاكرة اي حاجة خالص من قبل الحريق وبتقدر انها تشاتت انتباه جاورليد وبتسرق السكينة اللي على مكتبه من غير ما ياخد باله ولما بتخلص الجالسة بترجع كريستين على وضعتها وبتمثل انها اخدت الدواء لكنها بتطلع مخبيه في فوقها وبعد ما بيمشي الممرض بتطلع الدواء وبتخبيه وبتستخدم السكينة اللي معاها وبتفتح بيها الباب وبتخرج كريستين من قضيتها وهي مقررة انها هتهرب من المستشفى لكن للأسف خطتها بتفشل بسبب الممرض اللي بيشوفها وبيسحبها على قضيتها تاني غصب عنها ولما بتنام كريستين بتحلم ببنت محبوسة في مكان مظلم فبتصحى من النوم وهي خايفة من الكبوس اللي شافته وفي اليوم ده بتطلب ايرس من كريستين انها ترسمها فبتوافق كريستين وبتجي ايملي تتكلم معاها وبتلفت نظرهم للعلاء اللي موجودة في مكتب دكتور جاورل وبتقول لهم انه بيزور المستشفى من وقت للتاني ولما بتسأل كريستين عن سبب وجودهم في المستشفى بتعرفها ايرس انه كل واحدة فيهم مريضة ومرض نفسي مختلف عن التانية وانه الدكتور جاورل بيعالجهم بطريقة جديدة من ابتكاره وبيشوف بنفسه تطور العلاج عليهم وفي نفس اليوم وأثناء ما كانت كريستين في الحمام بتشوف شبح بنت مرعبة بتحاول تقرب منها وتخنقها فبتصرخ كريستين برعب وبتطلب المساعدة ولما بتحكي للممرضة اللي شفيته محدش بيصدقها وبيضع حقنا مهدقة عشان يقدروا يسحبوها لقودة العلاج وهناك بيعالجوا كريستين بالصدمات الكهربائية وبيرجعوها قودتها بعد ما بيكون فقدت كل قوتها والتاني يوم بيجتمع الدكتور جاورلد مع كل المرضى في جلسة علاج جماعية وبيبان على كريستين التعب والضعف وده اللي بيخلي إيملي تقلق عليها وتسأل الدكتور عن حالتها وإذا كان هيحصل فيها زي ما حصل لتامي ووقتها بتسأل كريستين عن تامي لكن جاورلد مش بيرد عليها وبيمنعهم من الكلام عن تامي وده لإنها ما بقتش موجودة معاهم وبيسألهم لو كانت واحدة منهم شافت الشبح اللي كريستين شافتهم فبتقول صار إنها ما شافتش حاجة لكن إيملي بتقوله إنها مصدقة كريستين وبعد الجلسة العلاجية بتقول آيريس إنها عندها جلسة منفردة مع الدكتور جاورلد وإنها هتبقى آخر جلسة لها لإنها هتخرج النهاردة من المستشفى لكن محدش فيهم بيصدق كلامها وبيفكروا إنها بتكذب عليهم وأثناء جلسة آيريس بيعرض عليها الدكتور جاورلد رسومات كانت رسمها بنفسها واللي بتكون من ضمنهم سورة للشبح فبتوتر آيريس وبتقول للدكتور إنها رسومات قديمة لها قبل ما تتعالج ساعاتها بينايمها جاورلد تنويم مغناطيسي وبيبدأ يسألها عن ذكريات فتفولتها وتحديداً عن ذكرياتها في سنة 1985 ولما بتخلص الجلسة بينادي جاورلد على الممرد عشان يخد آيريس لقودتها لكنهم بيتفاجئوا إن آيريس مش موجودة فبيجروا يدوروا عليها وفي الوقت ده بنشوف الشبح وهو خطف آيريس اللي بتكون متكتفة في الكرسي ومش قادرة تتحرك وبياخدها الشبح لقودة مهجورة في المستشفى ومهما صرخة آيريس محدش بيسمع صوتها وبيستخدم الشبح أدوات الجراحة وبيتل بها آيريس بقابشة طرق الانتقامية في نفس الوقت اللي بتلاحظ فيه كريستين غياب آيريس ولما بتسأل الممردة عنها مش بترد عليها وتاني يوم بتروح كريستين لقودة آيريس وبتلاقي ضفتر رسمها موجود فبتتأكد إنها في المستشفى وإنها مخرجتش منها ولما بتفتح ضفتر الرسم بتشوف فيه رسم البنت اسمها أليس فبتفتكر كريستين الخارز اللي لقيته تحت سريرها وفعلا لما بترتب الحروف بيتكون اسمه أليس فبتروح كريستين تسأل الدكتور على أليس وبتسأله عن باقي المرضى اللي بيخطفهم للمستشفى بشكل مفاجئ زي تامي وآلس وآخرهم آيريس وبتهددوا إنها هتفضحه وهتكتشف سر المستشفى بنفسها وبعدها بتروح كريستين وبتسأل باقي المرضى في المستشفى عن أليس إلا أول ما بيسمعوا اسمها بيتوتروا وما فيش حد فيهم بيجاوب عليها وبسبب ضغط كريستين عليهم بتضطر إيميلي تعترف إن أليس أول مريضة فيهم خرجت من المستشفى فبتوعيدهم كريستين إن هم كمان هيخرجوا من المستشفى وبتتفق مع إيميلي إنهم يهربوا بالليل ويبحثوا عن أيريس وبعدها يرجعوا ياخدوا بقى أصحابهم من المستشفى وفعلا بالليل بتنفذ إيميلي الخطة مع كريستين وبيقدروا يخضعوا الممردين ويهربوا للحمام وبيتسللوا من فتحة الشباك لحد ما بيوصلوا لعنبر الجرحة في المستشفى ولما بتشوفهم كريستين بتهرب مع إيميلي لحد ما بيوصلوا للمشرحة ويستخبوا فيها ومش بتلاحظ كريستين إيدي الشبح وهي بتحاول تقرب منها وتمسكها وبعد ما بتطمن كريستين إن الممردين مشوا من المكان بتخرج من الأودة اللي كانت مستخبية فيها وبتبحث عن إيميلي في فاقي المشرح فبتفتكر إنها إيميلي وبتروح تفتحها ولكنها بتترقب لما بتفتح التلاجة وبتشوف إيدي الشبح قدامها فبتخرج تجري من المشرحة وهي مرعوبة وفجأة بتلاقي الشبح قدامها فبتصرخ وبتقع مغم عليها وآخر حاجة بتشوفها الممردين وهم بينقلوها الأودة مرة تانية وبتحلم كريستين بنفس الكابوس وبتشوف البنت اللي محبوسة في قضة مظلمة لكن المرة دي بتشوف رجل ضخم وقايف قدام ده بقضتها فبتسحى كريستين خايفة كالعادة وبتلاقي نفسها رجعت قضتها في المستشفى وبتجي إيميلي تتطمن عليها وبتكون هي كمان الممردين مسكوها وعقبوها على محاولة هرابها وبتجتمع كريستين مع المرض علشان يفكروا في خطة تانية للهروب لكن سارة بتوقفهم وبتقولهم إنهم مش هيقدروا يهربوا بأي طريقة وإنهم هيفضلوا محبوسين هنا في المستشفى وبتقلل منهم وبتقولوا إنهم أغبية وإنها مش عايزة تتعامل معهم مرة تانية وبتسيبهم سارة وبتخرج من القوضة وبمجرد ما بتخرج بتلاقي الشبح قدامها وبيسحبها القوضة العلاج فبتصرخ سارة وبتطلب المساعدة لكن ما فيش حد بيسمعها وبيستخدم الشبح جهاز الصدمات الكهربائية وبيكارب بيصرب أعلى فولت وبيقتلها بطريقة بشعة جدا في نفس الوقت اللي بتكتشف فيه كريستين إن الدمية اللي فيه تزويته للوقت مكتوب عليها اسم ألس فبتقولهم إنها عايزة تعرف قصة ألس من البداية ساعتها بتعترف لها إيميل إن ألس كانت أكتر مريضة عنيدة في المستشفى وإنها كانت دايما بتضيقهم وعشان كده في يوم بتتفق معهم تامي إنهم يتخلصوا منها وبيستخدموا الزوية علشان تستدرجها القوضة التامي وأول لما بتدخل بيهجموا عليها الأربعة وبيخنقوها لحد ما بتموت لكن من يومها وهم بيشوفوا شبح ألس في كل مكان وبيعرفوا إنها راجع علشان تنتقم من كل اللي كانوا السبب في موتها وبدأت انتقامها بقتلها التامي ومن بعدها بقت بتخلص عليهم واحدة وراء تانية وقتها بتكون كريستين مش فاهمة سبب مطاردة ألس ليها برغم إنها ما كانتش من اللي قتلوها لكنها بتكرر إنها لازم تخرج من المستشفى في أسرع وقت في نفس الوقت اللي بتكرر فيه إيميل تاني حياتها بنفسها وبتروح تاخد السكينة اللي كانت مخبيها في الحمام وبتقول لكريستين إنها ضعيفة وإنها مش هتقدر تعيش كل يوم في رعب وهي مستنية موتها على يد ألس وفجأة بتظهر شبح ألس وراء إيميلي وبتمسك إدها وبتكبرها إنها تقتل نفسها قدام كريستين وزوي وما بيفضلش من المرضى غير كريستين وزوي واللي بتستغلها كريستين وبتمثل إنها هتقتلها وبتهدد الممردين يفتحوا لها الباب وفعلا خطتها بتنجح وبيفتحوا الباب فبتتحرك كريستين مع زوي لحد ما بتوصل للأسانسير وقتها بيخرج ممرد من الأسانسير وبيكتف كريستين وبيبعدها عن زوي لكن كريستين مش بتستسلم وبتقدر تضربه وتاخد زوي وتهرب وقبل ما يوصلوا للباب الرئيسي بيشوفوا الشبح واقف قدامهم فبيغيروا طريقهم وبينزلوا القب والمستشفى وبتقفل كريستين الباب عليهم وبتقول لزوي تطلع في الأسانسير بسرعة وترجعوا للقب ومرة تانية علشان تطلع فيها كمان وفعلا بتنفي زوي كلامها لكن وقتها بنشوف الشبح وراها في الأسانسير وبنعرف إن مصيرها هيكون الموت زي بقى يصحبها وعلى آخر لحظة بيرجع الأسانسير لكريستين وبتهرب بي قبل الممرد ما يمسكها ولما بتخرج منه بتشوف دم على الأرضية وبتعرف إن الشبح وصل لزوي وفجأة بتلاقي الشبح قدامها وبيهجم عليها وقتها بتعرف كريستين إن مفيش مهرب منه وإنه هيطاردها في كل مكان وعشان كده بتكرر إنها توجه وتتخلص منه وأخيرا بتقدر إنها تتعانو في فاس وبتقتل الشبح ألس وبتتخلص منه للأبد وبعدها بترجع لقودة الدكتور جاورلد وبتشوف في ملف ألس وورقة مكتوب فيها إسمها وأسماء بقى المرضى فبتاخد إزازة مكسورة من على المكتب وبتهدد الدكتور إنها هتقتله لو ما اعترفش بحقيقة اللي بيحصل في المستشفى ساعتها بيأترف لها جاورلد بالحقيقة الصادمة وهي إنها تبقى ألس وبيحكي لها الناس سنة 1985 تم اختطافها وتحبست في قب وبيت لمدة شهرين وبيكون ده نفس البيت اللي هي حرقته بنفسها وفي الوقت ده كان عمرها 11 سنة وبيعرفها إن بعدما أهلها لقوها اكتشفوا إن بسبب حبسها بقت مريدة نفسية وبيتشخص مرضها إنها مرض تعدد الشخصيات وبيأكد لها إنه كل المرضى اللي كانوا معاه في المستشفى كانوا شخصياتها اللي علاها خلقهم وبيعرفها إنهم عاشوا معها لسنين جوا عقلها لكن قوتهم غالبت قوة شخصياتها الأصلية وأضوى على ألس وده اللي خلق عقلها يغلق شخصيات كريستين كبديل ليها وبيقولها إن شبح عالس اللي بتشوفه يبقى شخصياتها الحقيقة اللي بتحارب علشان ترجع تتحكم في عقلها وجسمها مرة تانية وبيعرفها إن علاجه التجريب نجح عليها بدليل إنه كل الشخصيات اختفت وماتت ومش بقى غير شخصيات كريستين ساعتها بتكون كريستين وقفة مصدومة ومش مصدقة ولا كلمة من كلام الدكتور وفجأة بيظهر شبح عالس قدامها مرة تانية والمرة دي بتاخدها وبتنطي بيها من الشباك علشان تتخلص منها وبعد كام يوم بنشوف عيلة أليس مع الدكتور جاورلد في المكتب وبيكونوا هم نفس العيلة اللي شفناها في أول الفيلم وبيعرض لهم جاورلد جالسة من جلسات علاج أليس وبيعرفهم إنه مرضها اختفى بنسبة كبيرة لكنها هتحتاج لرعاية ومتابعة منهم وبعدها بنروح لأليس اللي بتبدأ تفوق من غيبوباتها وبتعرف من جاورلد إنها رامت نفسها من الشباك وهي بتتخيل إن الشباك هو اللي راماها وبتشوف أليس والدها والدتها جنبها وهنا بتبدأ أليس تفتكر كل حاجة حصلت معاها وتستعيد ذكريتها وساعتها بيطمنها الدكتور إنها تعافت بنسبة كبيرة وإنها تقدر ترجع البيت مع عيلتها وبينصحها إنها تنسى المرض عشان تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي وبعد ما بتتعالج أليس بتروح قدتها علشان تلم حاجاتها وتستعيد لرجوعها للبيت وأثناء ما كانت بتبص في المراية بيظهر فجأة شبح كريستين قدامها وبيهجم عليها والظاهر كده إنها أليس لسه ما تعالجتش وإنه قدامها رحلة طويلة وصعبة علشان تتعافى وبكده بيخلص فيلمنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل إشعاراتنا ولو عجبك فيلمنا قول لنا رأيك في التعاليات سلام اشترك في القناة